شيع أبناء بلدة النعيمة بمحافظة درعة الشهيد المقدم ياسر محمد العبود أبو عمار إلى مثواه الأخير ليوارث ثرى في محافظته التي طالما رفض الخروج منها رغم كل الضغوط التي تعرض لها من اعتقال أفراد عائلته واستشهاد آخرين المقدم ياسر محمد العبود الملقب أبو عمار من مواليد التاسع عشر من شهر آذار في بلدة النعيمة بريف درعة يعد من أوائل المنشقين عن قوات النظام التحق بالأكاديمية العسكرية في عام 1985 برتبة ملازم وانشق عن قوات النظام في شباط من عام 2012 وشكل لواء أبو بكر الصديق الذي كان يضم أشهر الكتائب العاملة في درعة وهي كتيبة العمري وكتيبة الشهيد أحمد خلف وكتيبة المعتصم بالله أبو عمار هو قائد عمليات المنطقة الجنوبية لم يغب عن أغلب معارك درعة حيث أشرف على معركة عامود حران في بصر الحرير وتحرير اللواء 138 دفاع جوي ومعركة الجمرك القديم وكتيبة الهجانة ليسقط شهيدا على جبهات القتال في معركة توحيد الصفوف في مدينة طفاس على جبهة خط التابلين العسكري بقذيفة مدفعية استهدفت غرفة عمليات المنطقة الجنوبية وأصيب خلالها إثنان من قادة لواء اليرموك أبو عمار عرف بانتقاده الحاد للمعارضة السياسية بالخارج حيث وجه كلمة وصفها البعض بالقاسية في شهر أيلول الماضي أمام حشود ورؤساء مجالس ووحدات محافظة الدرعة انتقد فيها المعارضة التي لم تقدم الدعم الكافي للثوار اشتركوا في القناة